السي جامعة معتصيم معا الاحترام لهذا الرشل البعدان. السي جامعة معتصيم كان رئيس ديوان ديال عبد الله بن كيران وكان رئيس ديوان ديال سعد ديلة ثماني. في الفين وواحد وعشرين المنطق السياسي والمنصب اللي فيه هو كسياسي خصو يحتسو ويرتاتو ويرجع للمؤسسة ديالو اللي هي التعليم. تعليم. طبعا ما رجعش بقاع في رئاسة الحكومة في واحد المنصب اللي هو مكلف بمهمة وهي منصب سياسي. بالرغم من انه الهدرال اللي اللي تقول بن كيران لا موظف. مكلف مهمة تقدر تكون موظف وتقدر تكون القطاع الخاص. انت مكلف لدى رئيس الحكومة. بمهمة. ما قاش يكدبوا الى الناس ملحق. لا لا هو ملحق. هو موظف طبعا. كان في التعليم للتربية التربية الوطنية. لتحق بوزارة برئاس الحكومة. بدي نسأل المنصيب. تكسو رجع. الضاهر للخمسة وسبعين. تيقول لك من انتي سالي دك رئيس الوزير ديك تسافي تتفهم ديك. تسافي. تتفهم ديك. وهو رئيس الحكومة خدعين بوجود الاسمية جمال معتصم. ومن باب المجاملات. من باب رئيس حكومة ورجل دولة. يقول له بان ورا انت مرحب بك فهذا كدر. وراك انت رجل محترم وعزيز. لكن شنو كان المقابلين دي. غايقول معتصم رئيس الكوبا. الله يجازيك بخير. تانت رجل محترم. وإذا تتحترمني بثاف. وقعلي على نهاية الالحاق. باش نرجع المنصيبي. وفي نفس الوقت باش نمارس المسؤولية ديالي السياسية. بكل تجرد وبعيد على أي نوع من تأثير. المشكلة الاخرى اللي هي مقلقة جدا. ماشيها السقطة الأخلاقية. هي واش كان تيجي نائب الأمين العام للحزم الذي كان يحكوم. واش يجي يدي وظيفته في رئاسة الحكومة. لا يمكن أن هناك أي أثار لحضوره لأعمال ولمهام في رئاسة الحكومة. ما كينش حضور. مرارا اجتمع المكلفين بالمهام. ما كينش حضور دياله. هذا تيطرح تساؤل. لأنه خصوصا تنعرفوش شعار ديال بن كيران شعال هدي. الأجر مقابل العمال وخسكسعقية. وما يمكنش. والله تعالى تيقولنا كدا وهدي. وكدا. إذا درتي واحد صورة. وجيتي دابات تتعطيش صورة أخرى. ماشي على إطار عادي في الحزب. لأنه عداد من الحزب. أراهم دابا مكلفين بمهام. عادين إنهم غربة. لا مكلفين بمهام لدى رئيسهم. هما في الحزب ديال العدل. كاينين كاينين واحد الربعة ولا خمسة كاينين. أراهم ما عارفين هذا شي. ولكن هذا رأى نائب الأمين العام. المعضلة الثانية كيف تخفي هذه العملية على حزب. أراهم العمل ديال الأمين العام ولا نائب الأمين العام. أراهم ما شي مسألة بسيطة. أراهم ما يمكنكش كنت نائب أمين العام مخدام عند سمانة تدوزها تؤيد الحكومة. ولو كان تدوز عرض الحكومة. لا يستقيم ولا يقبله عاقل. لذلك كان يعرف الأمانة العامة. أراكين أجل جزء كبير من الأمانة العامة رأسمعوها بحنا بحاكم. غير اسمعوها خرجات في موقع إلكتروني. ورجات وما كانوش يعرفوا بإنه ملحق. الأخلاق. ندبا مشي تنقلوا بإنه معتصيم. راهوا دارش حاجة خارج القانون. الأخلاق السياسية. أنت تقول هذا رئيس الحكومة لا يستحق. ما في الدوش. جابتو ماشي الانتخابات. جاب بجي بدعمين من التحكم. المتاعش غير مفهومة. غير مفهومة غير منطقية. هذا رئيس الحكومة لا يستحق. قبل ما يعينه جلت المليك قلت بإنه الرجل لا يستحق. ويجي عندك جامعة معتصيم يقول لك. ودي أنا بريطة نكون في مكلف بمهمة تقول له سير. مصلحة العامة. لو سمح لي. ولكن أنا ما أنا ما أنا ما أنا متا نتفاجأش لأن واحد يأخذ معه شي ستنائي دون أن يدفع فيه سنتيمان. ما غاديش نتفاجأ يبرر على هذا شيء. وهذا رغم شي تهجوم ولا كده. هذا تعطي صورة سيئة على الممارسة السياسية. أنا سنفهم اوطور ديال التحالف ديال حزب السقلال ديال البام مكلفين بمهمة عند رئيس الحكومة هذا التحالف. ولكن بالله عليك. دابا المعارضة في البرلمان عبد الحبوانو غادي بقى يعرض القانون المالي. غا يبقوا يقول له الوزارة هذا هذا الإجراء راح تطن المكلف بمهمة سي جامعة معتصيم. يو المهزلة لذلك إذا كان شي إساءة للسياسة مش هو الشرقوي ولا دافقير ولا الرمضاني كانوا مثلا ضد واحد تصور ولا واحد توجوه ولا واحد الحزب وطنعتهم بالنقافة وانت تتمارس مش التنقافة أتتمارس يعني الفضائحية السياسية باش ما نقول شي حاجة أخرى الفضائحية السياسية